درس التفسير كنت متحدث في المسألة 1992 بدأت القصة بقضايا لإسرائيل ثلاثين عام يعني بقيت مطمئنة أنا مطولة اذا تذكر يا عماد خلينا اذكر شو كنا نحكي وقتها لأن وقتها يعني هذا الذي ترجع الآن ل 1992 فقلت لك إنه بكنا نمزح مع بعض يعني فقلت لك يا عماد إذا ما ضبطتش المسألة بيجوا الناس مشان يراجعوني يقولولي يا شيخ هيها ما ضبطتش وأنا بكون وقتها يعني اختيار فبصير أكلهم ها ها بصيروا يقولوا إيش خلاص تركوكم منه تركوكم منه ها 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 بكون ها لأن وقتها بكون عمري من عمر إسرائيل تمام لأنني بديت مع إسرائيل طيب فهون أنا دايما بقول من أول يوم وسميت الكتاب وقتها متعمد زوال إسرائيل 2022 ميلادي نبوءة أم صدف رقمين إحنا بنعرضها على الناس شو شايفين أنتم هاللي بيحضروا خمسين ساعة شو شايفين شايفين إشي عجيب طب هذا الإشي العجيب أقوله ولا ما قلوش آه فحتى لو بقي سنتين أقول لك حتى لو قبل ما تدخل 2022 حتى لما تدخل أول شهرين ثلاثة إن شاء الله بظل أحكي إذا ظلت موجود بظل أحكي في الموضوع مش قضية هاي هذا الآن أنا أعرض ولا أقول مئة بالمئة وعلى فكرة لاحظت ملاحظة يا عماد إنه مرة أنا عطيت درس كان من ضمنه في ناس ماخدين جزء منه جزء منه اللي هو أنا بقول لو ما حصلش لاحظت كثير ناس استاءوا ليش أنا بقول لو ما حصلش هذا ما أنا منبه فيه من أول يوم إنه ممكن صح لو قلت 95% 96% 97% 98% بيحصل طمعا أصلا لو ما حصلش بيكون الأمر عجيب هالأركام هاي وفيه ناس عم بقولوا شوف علي كيف فيه ناس عم بقولوا يا عماد آه إذا ما حصلش جهز حالك يعني شو يعني أجاز حالي إنه يعني زوي هيك وضب حالك وأغان يا سبحان الله شوف مع مين تتعامل مش قضية إذا بس المسألة تتعالك بوسام جرار مش مسألة بس إذا حصل رح يكون مفرق هائل في تاريخ الإسلام والبشرية وبعدين من قلهم ليش كمان وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبرك الله فيكم